تتواصل فعالية معرض إيجابس 2024 تحت شعار تحفيز الطاقة تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات بمشاركة 120 دولة وعلى همش المؤتمر أكد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة أن مصر تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة وأنها تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة وأشر الملة إلى أن الشركات المصرية ستتوسع في مشروعات النفط مع العراق وذلك في إطار الشراكة المهمة بين البلدين مؤكدا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في مجال التنقيب على البترول وإنتاجه وأنها ستقدم الدعم للعراق في هذا المجال